مراما لا ينظم إلينا الآن مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش دكتور محمود أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلة مرة أخرى تبعنا معك هذا التقرير حول تاريخ التفاوض والحوار الفلسطيني الفلسطيني ولكن قبل أن نتحدث عن كل هذه النقاط استمعنا إلى تصريحات خلد مشعل ذكر فيها الكثير من النقاط اللافتة ولكن لنبدأ من النقطة الأولى من السابع من أكتوبر منذ ما سمي بطفان الأقصى بدأ جدل بين من يدعمون حماس وبين المعارضين لما جرى يقولون ما جدوى ما حدث هل تستحق أي نتيجة عدد الضحايا والقتلة خالد مشعل يقول أن غزة تدمرت وهذا ثمن المقاومة هل تتفقون مع هذا التوصيف للوضع الآن هل ما تحقق أو سيتحقق بعد السابع من أكتوبر يستحق عدد القتلة الجواب في الواقع هو ما يقوله الشارع الفلسطيني في قطاع غزة الجواب هو ما يقوله المكلومون المذبوحون المستهدفون بالنار الإسرائيلية الذين دفعوا أرواح أحبائهم ودفعوا أشلاءهم ودفعوا بيوتهم ودفعوا كل مقدراتهم ثمنا لكل ما يجري هذا هو الجواب جواب يجب أن يستمع إليه من هؤلاء الساسة الذين لا يستمعون إلى نبض شعبهم وإلى نبض جماهيرهم وإلى نبض من يقودون لا يستحقون أن يكونوا على رأس القيادة لهذه الجماهير السياسي الحقيقي هو الذي يضع في صلب أول أولوياته أن يحمي من يقودهم أن يحمي مقدراتهم وأن يحمي حياتهم وأن يحافظ عليهم وأن يدافع عنهم لا أن يذبحهم ولا أن يجعلهم وقودا لسياساته هو ولمصالحه هو هذا هو الجواب الذي يجب أن نستمع إليه جميعا من هؤلاء المنكوبين في قطاع غزة ولكن هناك وجهة نظر مختلفة ودعني أن قلها الدكتور محمود بالتأكيد قرأت وستمعت الكثير من التبريرات يقارن بين ما يرجع الآن في غزة وبين ما حدث في دول أخرى دول عربية ربما كذلك يقال دائما أن التفاوض لم يأتي بشيء ربما ما يحدث من هذه العمليات قد يأتي بشيء للفلسطينيين كيف ترد؟ التفاوض ليس أكثر من وسيلة كما أن المقاومة أيضا المقاومة المسلحة أقصد ليست أكثر من وسيلة الوسائل تتغير ولكن الهدف لا يتغير والوسائل دائما تخضع لحسابات المصلحة لحسابات الواقع لحسابات القدرات ولحسابات النتائج والمآلات حتى في الفقه الشرعي في الفقه الديني هناك ما يعرف لدى الفقهاء باسم فقه مآلات الأفعال أن تستطيع أن تحكم على الشيء أنه حسن أو سيء ولكن أيضا بالنظر إلى مآلاته يأخذ أحكام أخرى حتى الفعل الحسن إذا كانت مآلاته سيئة أو مدمرة يصبح سيئا ومدمرا ويصبح مرفوضا وبالتالي حسابات السياسة وحسابات الأدوات والأهداف الوسائل والغايات تتغير بتغير الظروف وليس ما ينطبق على ساحة معينة في العالم العربي والإسلامي يمكن أن ينطبق بالضرورة وبشكل حرفي على ساحة أخرى يعني ما جرى في بعض الساحات العربية خلال مسيرة النضال أو مسيرات النضال العربي للتحرر لا ينطبق أو لا يمكن أن يطبق بالضرورة حرفيا على الوضع الفلسطيني لماذا؟ الظروف مختلفة الزمن مختلف القدرات مختلفة نعم ربما هناك من يقول أن الثورات متشابهة وفي الأخير يجب أن يدفع ثمن ما من أجل التحرر كذلك ما الذي فعله التفاوض لم تجي من الدكتور محمد التفاوض بحد ذاته إن كان فعل حسن مثلما ذكرت الدكتور محمود هل حقق شيء التفاوض إلى غاية الآن؟ خلينا نرجع للتاريخ قليلا ليس بعيدا وإنما للتاريخ القريب حتى عام 1994 كانت القيادة الفلسطينية ومنظم التحرير وحتى الكيانية الفلسطينية كلها غائبة غائبة عن الوطن وغائبة حتى عن كل الشعب الفلسطين التفاوض الذي لم يأتي بالمناسبة ابتداء وإنما جاء انتهاء التفاوض الذي قامت به منظمة التحرير الفلسطينية جاء بعد عقود عقود طويلة من النضال المسلح ودفع الثمن من الدماء والتضحيات والشهداء ثم بعد ذلك ذهبت المنظمة إلى التفاوض وعادت إلى الوطن وعادت إنتاج الكيانية الفلسطينية وثبتت الكيانية الفلسطينية التي ناضل الشعب الفلسطيني منذ عام 1917 منذ وعد بلفور إلى اليوم من أجل أن يثبتها هذا لا يعني أننا أسرى أو يجب أن يكون أسرى لوسيلة ما من وسائل النضال سواء كانت وسيلة التفاوض أو وسيلة المقاومة المسلحة السياسي الحكيم الحصيف والقائد الحصيف هو الذي يراوح بين خياراته بحسب الظروف بحسب الأوضاع يقدم السياسي عندما يجب أن يقدم السياسي ويقدم العسكري عندما يجب أن يقدم العسكري ويراوح بين الخيارات بما يحقق المصلحة والملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية في مرحلة تقديم الحل السياسي من هنا أو من هناك دكتور محمود القضية الفلسطينية اليوم في مرحلة تقديم الحل السياسي منذ عام 1993 القضية الفلسطينية دخلت في منحنايات ومنعطفات فرضت علينا فرضت على الكل الوطني أن يقدم العمل السياسي وأن يؤخر العمل العسكري قليلا هذا ليس إلغاء ولا تراجع عن فكرة المقاومة وما أحد تراجع عن فكرة المقاومة والذي الآن يدعون أن أصحاب المقاومة برّت عليهم فترة من عام على الأقل من عام 67 لعام 90 لم يكنوا يؤمنون ولا يقبلون بالعمل المسلح عندما كانت منظمة التحرير تمارس العمل المسلح كانت جماعة الإخوان تحرم العمل المسلح كانت تحرم بهذا المفهوم وتنع وتطرد كل عنصر أو عضو من أعضائها يلجأ إلى العمل المسلح هذا ربما ترى أنه الحكمة في مرحلة معينة نحن الآن نرى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني يرى أن الحكمة الآن هي أن نقدم السياسي نقدم القانوني نقدم العمل الدبلوماسي من أجل قطف ثمار النضال الطويل الذي دفعنا ثمنه غاليا على مدى عقود ولكن التفاوض مع الجانب الإسرائيلي يتطلب قبل كل ذلك مصالحة داخلية وتفاوض داخلي وحوار داخلي حركة حماس طرحت أمس مقترحا أو مبادرة جديدة من سبع نقاط لترتيب البيت الفلسطيني باختصار دكتور محمود لديكم رد واضح الآن قرأتم هذه المبادرة لديكم تعليق أو توصيف لها نحن لسنا بحاجة إلى مبادرات جديدة الوضع الفلسطيني الداخلي ليس بحاجة إلى مبادرات جديدة ولا إلى مقاربات جديدة الأمور واضحة هناك خطيئة وقعت عام 2007 خطيئة جريمة بحق الشعب الفلسطيني ارتكبت عام 2007 عندما انقلبت حماس على الشععية الفلسطينية أول مقاربة يجب أن تنفذ هي التراجع عما وقع عام 2007 إنهاء والتخلص من كل إفرازات الإنقلاب والانقسام والذهاب إلى وحدة وطنية على أساس مرجعية وطنية واحدة هي منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيل فلسطيني واحد هو منظمة التحرير الفلسطينية نضوي تحتها كل الشعب الفلسطيني وكل الفصائل الفلسطينية هذه المقاربة التي ليست بحاجة إلى مبادرات بحاجة إلى تطبيق بحاجة إلى تنفيذ لأنه على مدى 17 سنة أو 18 عاما خضنا كثير من المبادرات والمحدثات والمفاوضات من الشرق وفي الغرب المطلوب الآن تنفيذ ما يعرفه الجميع احترام الشرعية الوطنية إنهاء الانقلاب إنهاء الانقسام إنهاء كل إفرازات الانقلاب والانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية الحقيقية نعم انتهى الوقت المخصص المقابلة ولكن في سوال الأخير باحتبارك تتحدث عن نفس المقاربات كان من بين النقاط اللافتة هي النقطة الخامسة قال فيها مشعل إنه في ظل النزاع جرت محاولات متعددة منها المؤتمر الشعبي ولقاء الفصائل لبناء ما سمها جبهة وطنية ما الذي يفهم من هذا الأمر الحديث عن جبهة وطنية في هذه المسارات البحث عن بديل لكم أو للسلطة لمنظمات التحرير باختصار شديد من فضلك الدكتور أرجو أرجو أن لا يكون هذا هو المقصود أرجو أن لا يكون المقصود البحث عن مرجعية وطنية تتجاوز منظم التحرير الفلسطينية لأن من يفعل هذا باختصار وبشكل مباشر من يفعل هذا يعني أنه ينتقل إلى مربع نتنياهو ومربع سموتريتش ومربع بينكفير ومربع إسرائيل شكرا جزيلا مراما لك كنت معنا مستشار رئيس الفلسطيني دكتور محمود ألهاباش شكرا شكرا جزيلا مستشار رئيس الفلسطيني 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 اشتركوا في القناة